الحمد لله على السلام دلوقتي انت كتبت اكتر الحاجات اللي افتكرتها وبتسبب لك اجهاد وبتسبب لك ازعاج وبتسبب لك تعب المهم ان انت كتبت لستة بتخصك انت شخصية مش ضروري اللي بيتعبك بيتعب غيرك اللي بيداعك بيداع غيرك مش ضروري المهم انت دلوقتي ركز مع نفسك دلوقتي انت بعد ما كتبت اللستة دي بص فيها تاني وعايزك تعمل معي حاجة عايزك تتخيل كده ان ربنا بعت لك ملاك وقال لك انا هشيل كل الحاجات المضايقات دي الا حاجة واحدة ايه الحاجة دي اختارها اختار الحاجة الوحدة اللي ممكن تستحملها من كل ده ارمي كل الحاجات الكبيرة وخلي اضعف حاجة واسهل حاجة خلاص؟ بعد ما اخترتها حط جنبها واحد طيب يبقى ده رقم واحد طب وبعدين ارجع على الحاجات التانية وتخيل كده ان عندك فرصة تانية ان انت تشيل كل حاجة الا حاجة واحدة من الحاجات اللي باقي على الليستر بتاعتك طبعا اعتقد كده انت عرفت معي هنكمل ازاي هنقض نشيل الحاجات الكبيرة ونخلي اسهل حاجة وابسط حاجة الحاجة اللي ممكن نعيش بها الحاجة دي كل ما بتقلل عدد الحاجات اللي في الليستر بتاعتك كل ما الحاجة بتكبر مش كده؟ المهم ان انت في الاخر هتوصل لان انت يفضل معك حاجة واحدة اللي هي اخذ اكبر رقم اكتر حاجة بتزعيجك في حياتك اكتر حاجة بتزعيجك في حياتك دي هتعمل معها ايه فكر شوف كده يا ترى اكتر حاجة بتزعيجك في حياتك دي في حاجة ممكن تعملها فيها؟ اكيد في حاجة فكر تانية فكر كويس مش ضروري الحاجة كلها تخلص مش ضروري تختفي من حياتك اسباب المشكلة لكن على الاقل في حاجات ممكن تعملها تخفف من احساسك بالمشكلة ايه اللي ممكن تعمله؟ طيب لانما انت كتبت الوقت ايه اللي ممكن تعمله؟ اعمله ياس انت كده عملت اهم حاجة في السترس مانجمت السترس مانجمت يتبني على كذا جانب اهم جانب فيهم اولا ان انت تحدد ايه الحاجات المزعجة وبعدين ما تشتغلش عليها كلها لو قاعدت تشتغل على كذا حاجة في نفس الوقت مستعجل بها يستخلص مش هتعمل حاجة مش هتخلص حاجة كلهم هتضربت بالكركبين فوقنا فوقك وزودت فوق دماغك مشكلة تانية هي انت عايز نتخلص من مشاكلة فهو ده انت عايزه؟ ما اعتقدش يبقى ركز على حاجة واحدة بعد ما عملت بتاع السورس السترس تشوفها تعمل عليه وبعدين ابتدي اشتغل عليه اشتغل عليهم طريقين تحط خطة عايز اعمل كذا وبعين كذا عشان اخلص من ده اخلص من الموضوع ده طب بلاش اخلص مش هعرف اخلص عشان اقلل المشاكل اللي بتيجي بسبب الموضوع ده لو حاسس ان الموضوع ده مش يشتغل معك الطريقة ده مش هتنفع معك حاول تعمل تكنيك تاني انا مش اتكلم عليه وهي ان انت تعمل الروت كوز اناليسيس فيه حاجة اسمها روت كوز اناليسيس بتبحث عن جزور الاسباب ايه السبب الرئيسي اللي خلق المشكلة دي تحصل لك وحاول تتعامل مع الاسباب بدل ما بتتعامل مع المشكلة لو عرفت تتعامل مع الاسباب المشكلة بالتبعية هتختفي دي احسن لما المشكلة تبقى كبيرة مع قادة شوية انا مش اتكلم بالتلك عن الموضوع ده لكن لو عرفت ان انت تتعامل مع المشاكل اللي انت حطيتها على الليستة بتاعتك يبقى انت كده خلاص سيب الكورس احنا كده خلاص لو لسه مش عرفت تتعامل معهم حتى بعد ما قسيتهم واحدة واحدة وحطيتهم كل واحدة خطة وابتدت بأكتر حاجة مزعجة وقالوا احطى على اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها تعال نكمل مع بعض ونشوف ايه اللي ممكن نعمله تاني علشان نتعامل مع الضغوط اللي بنعيش فيها حياتنا اليومي شكرا